هذا وقت عصيب هذه سنة جدباء هذا زمن غدار يا له من زمن سوء سب الدهر سب الدهر مآلات وأحكام ما المقصود بالدهر المقصود بالدهر الزمان سب الدهر الكيفية والأمثلة يقع سب الدهر بعيبه أو لعنه أو التسخط مما وقع فيه كأن يقول لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه لعن الله الساعة التي عرفتك فيها هذا الزمن غدار هذا زمان سوء ما حكم سب الدهر يحرم سب الدهر والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وآنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار ما أغسام سب الدهر القسم الأول أن يسب الدهر معتقدا أنه الفاعل بنفسه أو أنه فاعل مع الله تعالى وهذا حكمه شرك أكبر القسم الثاني أن يسب الدهر مع اعتقاده أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهذا حكمه محرم لأنه في حقيقته سب لله تعالى ما الحكمة من تحريم سب الدهر أن السب في حقيقة الأمر يقع على من فعل هذه الأفعال وهو الله عز وجل ما يتضمنه السب من الاعتراض على قضاء الله وقدره ما يتضمنه السب من الجزع وترك الصبر وليس من سب الدهر وصفه بأوصاف يقصد منها مجرد الوصف مثل قول هذه أيام شديدة أو هذه أيام عصيبة أو هذا عام جدب وقاح قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب